أعلنت شركة دايلمر الألمانية لصناعة السيارات أنها تتوقع نمواً أبطأ في مبيعات سيارة مرسيدس في الصين لهذا العام بعد زيادة في الطلب في العام 2015 حيث حققت مبيعات هامة العام الماضي الشركة كانت قد أشارت إلى أن أرباح السهم الواحد في العام الماضي بلغت 3.25 يورو وهي أعلى نسبة أرباح في تاريخها بعد هذه الأنباء انخفض صهم الشركة بمقدار 4% وهو أدنى مستوى له منذ عام